تطوير كبير جداً. يمكن شفناه في تفاصيل الرأي العام كله اتكلم عنه. وبعد كده من بعد ربعة بتدقي قلنا ان دي بقت سنة فيصلية يمكن زي ما مننا قالت. واستمر هذا الامر. ايه اللي ممكن نضيفه في قول عدادي و ايه اللي يعني يعني نقدر نقول ان التغيير ده حيفضل مستمر الغايد سنوي ولا الكلام يعني حيبقى في مرحلة مرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا يعني التطوير مش عمل جزئي بيتم في مرحلة دون المراحل الاخرى. مهم جداً يكون التطوير ده بيشمل كل التعليم العام. مراحل التعليم العام هي من اولى ابتدائي. صحيح. لحد ثالثة سنوين. لارتبع طبعا. ورياض الاطفال قبلها. فهي بتبقى منظومة متكاملة لانها بتستهدف الانسان وبناء شخصيته بشكل متكامل. وده اللي تم التخطيط له من سنة 2014. 2014 كان فيه وصائق منهج وكان فيه اطر عامة. بتتكلم عن المستقبل. لان التطوير لا يتم خاصة في مجال التعليم لا يتم في وقت وجيزة او بين يوم واليلة محتاج استراتيجية وخطة طويلة المدى. وما يتمش بشكل فجائي. فبدأ يبان فيه اول اول ظهور للمناهج المطورة بدأ من 2018. مرحلة الرياضة الاطفال وصفوف المرحلة الابتدائية من الاول الى الصف السادس حتى العام الماضي. التطوير في الحلقة التانية من التعليم الاساسي اللي هي المرحلة الاعدادية استكمال لما بدأ. وهو نفس الجيل اللي هو خضع للتطوير فيه الحلقة الاولى من التعليم الاساسي لالمرحلة الابتدائية. هو نفسه اللي مكمل معانا لحتى المرحلة السنوية في تطوير المناهج. مش منظومة التعليم على اساس ان فيه قرارات خزيطة وزارة التربية والتعليم في الفترة الاخيرة. في محاولة تحسين نظام السنوية العامة. لكن ده مش تطوير المناهج. انما التطوير المناهج اللي بيحصل فيه المرحلة الاعدادية اللي هو في يقول العذادي في هذه السنة هو استكمال لما تم في السنوات السابقة بدءا من 2018. يعني بنبني على حصل. ضروري. ضروري جدا ان يكون مترابط وكل مرحلة بتسلم مرحلة. بانينا ازاي يعني مثلا كان فيه مواد زي البيولوجي او الاحياء. فيه تفاصيل في ربع ابتدائي كانت تقيل عمطان. بانينا عليها ازاي في فترة. تمام. نكلم عن بيولوجي مثلا او الاحياء او الفيزياء او الكيميا او. ده يكون في المرحلة السنوية. لكن ما قبل المرحلة السنوية. بنتكلم عن علوم متكاملة. مترابطة. مندامجة مع بعضها. يعني هو بيوصف على انها علوم متكاملة على اساس انها مقدرش مائزة التخصصات دي بينهم بعضها. ليه لان الطفل في المرحلة دي بيكون في بداية بناء الشخصية. في بياخد الاشياء كلها بظاهرة كلية. بتكامل في تكامل شخصيته. وتكامل في المادة اللي بيتلقى. وده اللي اشتركوا في القناة.